السلام عليكم مدارس هبة الله الصف الثالث مادة التربية الإسلامية خلق آدم عليه السلام خلق آدم عليه السلام إن أول إنسان خلقه الله تعالى هو نبي الله آدم عليه السلام إذن آدم عليه السلام هو أول إنسان خلقه الله تعالى خلق الله آدم من طين أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام تعظيما وتقديرا له سجد جميع الملائكة لآدم عليه السلام إلا إبليس رفض ذلك والسبب هو أنه مخلوق من نار وأن آدم مخلوق من طين إذن أول إنسان خلقه الله تعالى هو نبي الله آدم عليه السلام خلق من طين خلق من طين أيضا أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام تعظيما وتقديرا له أيضا سجد جميع الملائكة لآدم عليه السلام إلا إبليس رفض والسبب ما هو السبب عدم سجود آدم أسف سجود إبليس لآدم عليه السلام أحسنتم أحسنتم أنه مخلوق من نار وأن آدم مخلوق من طين أحسنتم إذن سجد جميع الملائكة لآدم عليه السلام إلا إبليس رفض والسبب هو أنه مخلوق من نار وأن آدم مخلوق من طين إذن أول خلق الله تعالى هو نبي الله آدم عليه السلام وأن آدم عليه السلام مخلوق من طين وأن الله أمر للملائكة بالسجود له إلا إبليس رفض وذلك لأن آدم مخلوق من طين وإبليس مخلوق من نار ثم خلق الله تعالى حواء من هي حواء؟ هي زوجة آدم وأسكنها الجنة وأباح لهم الأكل من طيباتها من طيبات الجنة إلا شجرة واحدة منها واسوس إبليس لآدم وحواء فأكلا من الشجرة فأكلا من ماذا؟ من الشجرة فأخرجهم الله تعالى من الجنة وأنزلهما إلى الأرض لعمارتها لعمارتها بماذا يا ثالث؟ بالطاعة أي أنه يجب أن نطيع الله عز وجل بكل شيء وأيضا أن نعمر الأرض بالأعمال الصالحة التي ترضي الله عز وجل عاش آدم عليه السلام وذريته في الأرض فكان أول نبي يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى إذن أول نبي أن دعا إلى عبادة الله تعالى هو أحسنتم آدم عليه السلام آدم عليه السلام لا تنسى أن الله تعالى أنزلهما لعمارة الأرض بالطاعة والعمل الصالح تهى الدرس مع السلامة يا أحبتي